ناقش وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الربو مفتاح مع رئيس بعثة منظمة العمل الإنساني البولندي في اليمن التدخلات الإنسانية للمنظمة بمحافظة مأرب في مجالية تعليم وحماية الطفل وقدم رئيس المنظمة البولندية نبذة موجزة عن مهامها وأهدافها ومجالات تدخلاتها وأنشطتها الإنسانية المرتقبة في محافظة مأرب خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن زيارتها لمحافظة مأرب تهدف للاطلاع على مسجدات الأوضاع الإنسانية في المحافظة وزيارة مخيمات النازحين وتفقد أوضاعهم وتنمس احتياجاتهم ومعاناتهم فيما أكد الوكيل مفتاح على رفع مستوى الأداء والإسراء في تنفيذ البرامج الإنسانية بما يسهم في التخفيف من معانات النازحين خاصة مع حلول فصل الشتاء في ظل محدودية الدعم المقدم مشيرا إلى المحاولات الحوثية لتحريف المسار الإنساني وعرقلة كل الجهود الدولية لإنهاء معانات اليمنيين التي أصبحت جرائم هذه الميليشيا وإمعانها في استمرار هذه المعاناة واضحة أمام العالم ترجمة نانسي قنقر